هذا البرنامج برعاية جمعية الإمام الشاطبي لتحفيظ الكرآن الكريم ونشر علومه من أنوار القرآن مع دكتور أحمد القضاط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون من أنوار القرآن الكريم وفي ظلال سورة الفاتحة وهداياتها ومعانيها ومع قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم نطلب منك يا ربنا أن تهدينا الصراط المستقيم الذي لا عوج له ولا انحراف فيه هذا صراط الله في الدنيا من التزمه وسار عليه سينجو على صراط القيامة الصراط القنطرة التي تضرب يوم القيامة بين حافتي جهنم هذه القنطرة يؤمر الناس جميعا بالجواز من فوقها يصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الصراط مدحضة مزلة يعني فيه زلق وفيه انزلاقات وأيضا هذا الصراط مظلم وإنما تضيئه أعمال العباد هذا الصراط يجوز عليه أولا الرسل والأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون والصالحون أيضا بحسب أعمالهم وأحوالهم حتى تعجز أعمال العباد أول من يجوزون على الصراط في يوم القيامة هم الرسل والأنبياء تكون سرعتهم كمر البرق ثم يأتي من بعدهم فيكونون كالريح المرسلة ثم كأجاويد الخيل ثم كالرجل الذي يسعى أي يركض ثم كالرجل الذي يمشي ثم كالرجل الذي يزحف حتى تعجز أعمال العباد وعلى جانبي الصراط كلاليب من النار تخرج فتخدش وتضرب ولعلها بعض الناس يعني يخدش وينجو وبعض الناس يمسك به هذا الكلاب ويلقيه في نار جهنم أعمال العباد أنوار على الصراط ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم انظرونا انظروا إلينا حتى نقتبس من نوركم والقراءة الثانية انظرونا أي انتظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم يعني إلى الدنيا فالتمسوا نورا ولكن هل لهم رجوع إلى الدنيا فضرب بينهم بسور له باب باطنه يعني من جهة المؤمنين فيه الرحمة وظاهره من جهة المنافقين من قبله العذاب ينادونهم ألمنكم معكم ما كنا متعايشين وكنا في الدنيا مع بعض وجيران وأصدقاء ألمنكم معا قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير إذا أردت نورا على الصراط فأعمل النور في هذه الدنيا في هذه الأيام أكثر من الطاعات العبادات الفرائض النوافل صلة الأرحام بر الوالدين أعمال البر والخير رمضان قريب إن شاء الله على الأبواب أنت أيها المسلم كلما استكثرت من هذه الخيرات والطاعات كثرت لك الأنوار في يوم القيامة ابتعد عن المعاصي ابتعد عن الظلم ابتعد عن الحرام حتى تكون بإذن الله من الذين يجوزون يوم القيامة إذن هناك سرعة في المرور وهناك قوة في الأنوار أو ضعف بحسب أعمال العباد حتى بعض الناس يكون نوره كنور الشمس كنور القمر كنور وهكذا وبعض الناس كمصباح صغير وبعض الناس نوره كجمرة من النار تضيء أمامه أمتارا قليلة وهكذا حتى تعجز أعمال العباد وبعض الناس يكون غارقا في الظلمات على الصراط إلى أن يزل وإذا به في نار جهنم والعياذ بالله إذن هذا الصراط المستقيم الذي في الآخرة قنطرتنا على جهنم الصراط المستقيم في هذه الدنيا هو الذي يقود إلى النجاة هناك فربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم فمن هم المغضوب عليهم المغضوب عليهم فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم اليهود العلماء أخذوا من هذا التفسير نظروا في صفات اليهود فوجدوا أن أعظم صفة أشد صفة فيها كفر عندهم أنهم عرفوا الحق وأنكروه إذن هم عندهم معرفة عندهم علم ولكن عندهم إنكار عندهم استكبار لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الكبر بطر الحق وغمط الناس فهم بطر الحق أي ردوه ورفضوه وأنكروه وغمط الناس احتقروهم وازدروهم وهذا ما فعله اليهود إذا رد الحق وإنكاره بعد معرفته هذا يقود إلى غضب الله سبحانه وتعالى فنحن دائما نطلب أن يهدينا الله صراط الذين أنعم الله عليهم لا صراط المغضوب عليهم وهنا في لفتة جميلة أن الله سبحانه وتعالى لم يقل غير الذين غضبت عليهم لأمرين الأمر الأول أن هؤلاء ليس فقط الله غضب عليهم بل غضب عليهم الله وغضبت عليهم الملائكة وغضبت عليهم الدنيا وغضبت عليهم المخلوقات والشجر والحجر لماذا؟ إنهم مغضوب عليهم بسبب أعمالهم في إنكار الحق وفي احتقار الناس في الكبر رغم أنهم يعلمون الحق إنكارهم لصفة الرسول صلى الله عليه وسلم ردهم عليه بأقبح الرد ورفضهم الإيمان به كل هذا جعلهم يستحقون أن يغضب الله عليهم وتغضب مخلوقات الله عليهم والأمر الثاني أن الشر لا ينسب إلى الله الله سبحانه وتعالى وهذا ما أرشدنا إليه من خلال هذه السورة ومن خلال كثير من الآيات القرآنية لا يحب أن ينسب إليه أنه غضب على على هؤلاء ولذلك لم يقل غير الذين غضبت عليهم وإنما قال غير المغضوب عليهم كما نقرأ في سورة الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا فلما كان نسبة إلى الرشد قال أراد بهم ربهم رشدا بينما لما كان شر قال أشر أريد ولم يقل أشر أراد الله بمن في الأرض لا أشر أريد بمن في الأرض فهكذا القرآن يعلمنا كيف يكون الأدب فهؤلاء مغضوب عليهم لأمرين الأمر الأول أنهم أنكروا الحق ورفضوه رغم وضوحه ورغم علمهم به والأمر الثاني أنهم احتقروا الناس وازدروهم وأنكروا عليهم حقهم إذن من أجل هذا كان هؤلاء مغضوبا عليهم وصراطهم صراط غضب وصراط ضلالة وصراط ضياع سيقودهم في نهاية الأمر إلى عذاب جهنم وبئس المصير يوم ندعو كل أناس بإمامهم إذن كل طائفة من هذه الأمم ستدعى بإمامها بكتابها برسولها فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا نسألك اللهم يا ربنا أن تهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم آمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين من أنوار القرآن مع دكتور أحمد القضاط موسيقى 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 موسيقى